بها الفيديو هتكلم عن واحد من افضل هواتف شاومي لمطروحة هالسنة هاتف بوكو فور جي تي قبل الله نبدأ ونشوف المواصفات الرهيبة اللي اياي على هذا الهاتف اذا ما كنتمشترك بالغناة لا تنسى تشترك بالغناة حط لها لايك على هذا الفيديو وتكتب لنا بالتعليق ايش رايك بهذا الهاتف هذا افضل دعم ممكن اتقدمه لنا خلونا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاومي قدمت هاتف اسمه بوكو فور جي تي هذا الهاتف صراحة انصدمت منه بوايد اشياء من ناحية المواصفات من ناحية تجربة المستخدم من ناحية المميزات اللي مموجودة الا على هذا الجهاز صراحة هاتف جبار جميل وبسعر حلو بعد عشال اضول عليكم خلونا نبدأ اول شي بفتح العلبة ديزاين العلبة صراحة وايد حلو داخل العلبة راح تحصل دبوس الشريحة وكيفر شفاف وكتيبات التعليمات اللي ما حديق راهه وكنفرتر محول من الـ AUX الى USB Type-C يعني اذا كنت بتستخدم سماعات الـ AUX تقدر تستخدمها على هذا الهاتف وايضا راح تحصل الشاحن والكيبل USB Type-C الشاحن والكيبل راح نتكلم عن مواصفاتهم اكثر بالفيديو باخر فترة انا ما اتكلم عن الارقام اللي موجودة بالجهاز احب اتكلم عن تجربة المستخدم اكثر لكن هذا الجهاز لان المواصفات اللي ياي عليه وايد قوية وايد حلوة الشي رهيب صراحة الجهاز ممتأ بشكل خيالي فراح اقول لكم المواصفات وبنفس الوقت راح اقول لكم تجربة المستخدم اذا بدأنا اول شي بتصميم الجهاز فتصميم الجهاز شكله شوية مختلف تصميم حلو مهتمين بالتفاصيل بالاضافة ان حجم الجهاز شوية اكبر من الاحجام المتوسطة المتعارف عليها واصغر من الاجهزة الالترا الكبيرة بشوية ولكن الابعاد مسكة اليد جدا مهتمين بالتفاصيل هذي وراح نتكلم عن تفاصيل اكثر اذا بنتكلم عن المواصفات التقنية فالجهاز هذا يشغل شبكة 5G ويقبل انك تركب عليه شريحتين المعالج اللي يعي على الجهاز snapdragon 8 generation 1 اللي هو بمعمارية الاربع نانومتر هذا افضل معالج متوفر بالسوق حاليا بوقت تسجيل هالفيديو اذا تتكلم عن الرام فالرام اللي موجود بالجهازة 12 جيجا بايت وتقدر تضيف لها من السيستم 3 جيجا بايت فيصير 15 جيجا بايت ونوع الرام LPDDR5 يعني حتى الرام احدث اصدار نازل على الهواتف اما الذاكرة الداخلية فهي 256 من نوع UFS 3.1 ايضا اسرع شي موجود حاليا على الاجهزة الجهاز في بصمة جانبية والبصمة الجانبية هني عملية محطوطة على الزر شوية بارز فاسهل الاستخدام مع تركيب الكفر ما حسيت بصعوبة بمكانة او فتح الجهاز بالعكس كانت عملية وجدا سلسة هذا بنتكلم عن الشاشة فالشاشة بحجم 6.67 انش من نوع AMOLED DUT Display واللي هو المطور من الAMOLED العادي وموثق بتقنيات Dolby Vision الشاشة تشغل HDR10 Plus وتعطيك 120 هيرتز بالنسبة للالعاب والبرامج ويعطيك شعور الـ 480 هيرتز بالاستخدام العادي للجهاز ايضا تغنية الـ M-E-M-C واللي هي راح تشوف لك اي فيديو او اي لعبة اي شي انت تلعبت تحت الـ 120 هيرتز راح يرفع لك اياه الى الـ 120 هيرتز فيعني حتى الأشياء اللي انت قعد تستخدمها ما تدعم هذا الشي التليفون باستخدام تغنية ذكال الاصطناعي راح يحول لك اياه الـ 120 هيرتز وهذه الميزة شفناها بتلفزيون شاومي اذا ما كان شايف مراجعة مع التلفزيون شاومي راح اطلقكم اياها بالاسفل تقدرون تضغطون على الرابط وتشوفون المراجعة بعد هذا الفيديو اما ذاين نتكلم عن الصوت فالصوت جدا ممتاز الجهاز فيه اربع سماعات سبيكر صوت محيطي ستيريو ويدعم تقنيات Dolby Atmos والHi-Res Audio بالجهاز النفسه عندنا الثلاث مايكات فاذا كنت بتستخدمها للـ Gaming وهو موجه للـ Gaming راح ياخذ من اليمين واليسار والاسفل حيث ان الصوت يطلع واضح للجهة الثانية وعندنا تقنية Liquid Cool 3.0 اللي هي تعني تبريد الجهاز السائل لكن فعليا باستخدامي للالعاب ممكن تحس بحرارة خفيفة لكن هذا شي طبيعي ما اعتبر عيب من عيوب اي جهاز ان ترتفع حرارته الا اذا كانت الحرارة خيالية وهذا شي ما صادفته بهالجهاز اذا ينتكلم عن البطارية فبطارية الجهاز 4700 والشاحن اللي يايب بالعلبة 120 واط شاحن طيارة خرافي اعلى شي متاح بالسوق والواير اللي يايب معا واير بحرف القلب حيث ان حتى وانت تلعب Gaming ما راح يأثر عليك بالمسكة والجهاز راح يشحن لك من الصفر للمية بالمية صفر للمية بالمية الشاحن كامل خلال 17 دقيقة فقط ومن احد الاشياء اللي انا كنت احبها على الاجهزة وصارت غير متاحة ارجعت اهني متاحة وهي وجود اضاءة خلفية تقدر تستخدمها للنوتفكيشن او تستخدمها للاتصالات او حتى لما تشغل التيربو مود الخاص بالالعاب داخل الجهاز راح تشب هذه الاضاءات الخلفية وبشكل حلو بحيث ان اتعرف اذا يليك اتصال او عندك نتفكيشنز اشعارات واصلت لك على الجهاز بدون ما تقلو بالجهاز مجرد الاضاءة راح اتعرف يذكرني بعيام البلاك بيري والسامسونج نوت بالسابق لكن ما تقدر تحدد الالوان لكل برنامج وبروحه لا الاتصالات كلها لون واحد الاتصالات كلها لون واحد الانتكلم عن الكاميرات عادة لاجهزة الموجهة للالعاب ما تهتم بالكاميرات وتكون كاميراتها جدا سيئة لكن هذا الجهاز الكاميرا الخلفية اللي موجودة عندنا 64 ميجا بيكسل تصويرها صراحة حلو ما شفتها سيئ ما أقدر أقول واو من أروع الكاميرات ولكن جدا مقبول للاستخدام العادي إذا ما كنت بتستخدمها حق الجيمز فيصلح كجهاز عادي والكاميرا هذه راح تصور لك 4K 60 إطار بالثانية وعندك مانع اهتزاز لتصوير الفيديو صراحة شفتها حلو مقبول جدا والكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل وتصور لك 1080p 60 إطار بالثانية يعني Full HD إذا بتكلم عن المواصفات فعندنا البلوتوث 5.2 أيضا من آخر المواصفات إذا بتكلم عن الواي فاي فالواي فاي 6E آخر شيء مدعوم يعني حتى الراوتر اللي عندك يمكن ما يكون يقبلها التقنية اللي تجدد الراوتر عشان تاخذ هذه التقنية وأيضا يدعم تردد الستة جيجاهيرتز وإحنا متعودين على الـ 2.4 والـ 5 هذا الستة يقبل عندنا تقنية الـ IR المحسنة واللي تقدر عن طريقة تستخدم الجهاز كريموت للتلفزيون أو للأجهزة الثكية اللي موجودة عندك بالبيت اللي فيها روموت يقبل الـ IR وإذا بتكلم عن تجربة المستخدم صراحة هذا الجهاز من أحلى الأجهزة اللي استخدمتها ما توقعت أني راح أحب جهاز غير الأجهزة مات الشركات اللي أنا متعود عليها لكن أنا أول مرة أجرب جهاز من شاومي بفترة شوية طويلة لكن هذا الجهاز من شاومي صراحة جهاز رهيب الناس اللي متعود حلى أقوى الأجهزة هذا واحد من أقوى الأجهزة حبيت اهتمامهم بالتفاصيل إذا بتكلم عن تجربة المستخدم على سبيل المثال إذا كنت بتلعب جيمينج لاحظ أماكن وجود السماعات بحيث أن أنت لو تمسك الجهاز ما تسكر على السماعات وجود ثلاث مايكات لنفس السبب أنك ما تسكر على المايكات وانت بتلعب جيمينج وجود كابل بحرف الـ L بحيث أنك تقدر تشحن وانت قاعد تلعب جيمينج وحتى داخل الجهاز مهتمين أن الأماكن اللي يلقط منها الإشارة بالنسبة للإنترنت حاطينها بأماكن بمنتصف الجهاز بحيث أنك لو تلعب ما رح تغطي على الأنتنة اللي تلقط شبكة الإنترنت أما الميزة الرهيبة اللي حسب علمي ما رح تحصلها بأي جهاز ثاني اللي هي عندك زرين لـ Triggers اللي موجودين بالأعلى يمين ويسار تقدر تبرمجهم على كل لعبة وتقدر تستخدمهم كاختصارات بالجهاز نفسه هذين الزرين في عندك Clips مجرد ما تفتح Clips يظهر لك الزر بشكل مغناطيسي ومجرد ما تسكر Clips رح ينزلهم ورجعهم على الجهاز مثل ما كانهم طريقة استخدامهم جدا سهلة ووايد عملية ووايد حلو حبيت استخدام هذا الجهاز بشكل خيالي عطلنا رأيكم بالتعليق يش رأيكم بهذا الجهاز وشن السئلة اللي أودكم أجاوب عليها واذا بتكلم عن بعض العيوب بالنسبة لـ Triggers الأزرار في مشكلة بالبرمجة بحيث ان في بعض الألعاب مثل Asphalt 8 لعبة سيارات اللي دايما أعرضها هذا بفيديواتي وأكثر من لعبة صارت معاي نفس الحركة ان اللعبة تشوف ان انت موصل يد التحكم على الهاتف وما تخليك تتحكم بالهاتف نفسه فما تكرر تلعب اللعبة أساسا هي تشوف يد التحكم ولكن انت ما عندك يد التحكم فقط الزرين اللي موجودين عندك ففي بعض الألعاب ما ضبطت معاي اعتقد انه رح ينزل لها update وما كاتمين انه مجاربينها على أكثر من أمية لعبة لكن كل مرة رح ينزلون update ويحلون هذه المشكلة لكني شفتها موجودة عندنا بعض الإعدادات والبرامج اللي اياي خاصة بجهزة شاومي برامج جدا ومتازة تسرع لك من تشغيل الجهاز تمسح لك الملفات اللي انت ما تحتاجها تمسح لك الملفات اللي ماخذة مكان بالجهاز اعدادات جدا كثيرة ووايد حلوة بواجهة استخدام شاومي اذا تابوني يسوي فيديو عليها كتبوا لي بالأسفل بالتعليق وان شاء الله اذا كان في طلب عليها رح اسوي لكم هذا الفيديو شكرا شاومي الكويت شكرا شاومي الامارات على اعطانها هذا الجهاز لتقييمه والتجربة وصراحة استمتعت جدا باستخدام هذا الجهاز وبغض النظر عن ان هذا تصوير دعاية لهذا الهاتف لكن هذا رأي شخصي كتجربة استخدام أنا جدا استمتعت بهذا الجهاز وانصح فيه بشدة وبجذي وصلت لنهاية الفيديو اتمنى ان اعجبكم هذا الجهاز كتبوا لنا رأيكم بالتعليقات شرايكم بالتصميم شرايكم بالمواصفات شن لاشياء اللي ودك تعرفها اكثر عن هذا الجهاز ولا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة تنوصل للختام وكان معاكم سيد محمد الهاشمي مع السلام